أيضا هي تالية لقمة مصرية فلسطينية سبقتها قبل يومين دلالت ذلك وأهم ما يمكن أن تبحثه هذه القمة وما يتمخض عنها من قرارات أو ربما توصيات صباح الخير لك عزيزي والإخوة المشاهدين ومشاهدات مرحبا بك أجل القمة جاءت لتكمل عمليا اللقاءة التي أجرها بلينكين واللقاء الذي سيختتم فيه جولته إلى المنطقة في مصر تلخيص ما سمع من العالم العربي الرد الإسرائيلي وكيف ستكون المباحثات في القائرة مع الرئيس السيسي وما هي رسالة التي يجب أن تخرج من العالم العربي الآن إذا هذا الوضع وإلى أي مدى من الممكن فعلا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار هو المطلب الأساسي والملح وطبعا الحديث عن الآفاق السياسية التي من المفترض أن تعقب هذه الحرب العدوانية التنسيق العربي عموما مفيد دائما وخصوصا في هذه الحالة وبالذات لأنه لا نرى في الأفق حتى الآن إمكانية لوقف تام لوقف إطلاق النار الولايات المتحدة نجحت في تقليص العرب بشكل ما ولكن حتى الآن العرب مستمرة بوتيرة أقل ولكن معاناة الفلسطينية كبيرة وشديدة ولا يبدو في الوفق أن الولايات المتحدة ستلجم إسرائيل بسرعة اللازمة يعني يتحدثون عن فرق أشهر إسرائيل تقول تريد كل سنة 2024 لمواصلة العملية الحربية والولايات المتحدة تقول لها عدة أشهر ماذا سيحدث في عدة أشهر نفرض أن أمريكا نجحت في لجم إسرائيل وقلصت هذه الفترة فهذه الفترة ما الذي سيجري خلالها ستستمر العمليات العدوانية وهذا سيؤخر أيضا المأسيرات العمل السياسي في المنطقة وفي داخل إسرائيل وفي داخل المنطقة الفلسطينية يعني يوجد حاجة لتنسيق لمعرفة كيف يتعطون مع هذه الزيارة زيارة أنتوني بلينكين للمنطقة بعد أن زار الإمارات السعودية إسرائيل كيف يمكننا تقييم هذه الزيارة بالمقارنة بزياراته الأربع لإسرائيل أو للمنطقة التي سبقتها منذ 7 أكتوبر وحتى الآن العديد من الملفات تطورت باتجاهات معينة وبلينكين جاء أولا ليصون قسما من الاتفاقيات التي نجح أن يلجم إسرائيل فيها والولايات المتحدة عموما الولايات المتحدة طبعا يمكننا أن نعرف أنها شريكة في هذه الحرب بمختلف المستويات وفي البداية بشكل حاد جدا اليوم بدأت تتراجع بشكل أنه بآخر ولكن ما زالت شريكة في هذه الحرب ومع ذلك هي ترى أن هذه الشرافة بدأت تكلفها ثمنا ضاهظا ليس فقط على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة بل أمام العالم العربي أمام شعوب العالم أمام حلفاء حتى في أوروبا الذين يباتوا يتحفظون من هذا الدعم ويرون أنه جاء الوقت للجم إسرائيل تماما عمليا بوقف هذه الحرب والولايات المتحدة محرجة جدا وقالت لإسرائيل هذا الأمر قالت لجميع القادة وحاول بلينكين أيضا إضافة إلى كل الملفات المعلنة والأهداف المعلنة لهذه الزيارة كانت هناك لقاءات أخرى لقاءات سرية يعني من الممكن أن نقول مع قادة أجهزة الأمن في إسرائيل كل على حدة كان رئيس الشباك المخابرات العامة أو رئيس الموساد أو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكانت هناك لقاءات مع جانس ومع لبيت وهما جانس موجود في الحكومة ولكنه معارضة فعلية ولبيت المعارضة الرسمية والفعلية أيضا ويريد أن يعرف كيف ستتطور الأمور في داخل إسرائيل فالولايات المتحدة تنتظر اللحظة التي تسقط فيها عن قومة نتنياو حتى ترتاح وتبدأ في العمل بشكل موثوك مع القيادة الإسرائيلية لطرح مهام أخرى تتجاوز الحروب والقمع الدموي الذي يجري إعلان تحتاج إلى قيادة تثق بها وتتعاطى معها بشكل تبادلي معقول في منطقها موضوعية وهي تعتقد أن جانس يمثل هذا الاتجاه وأنه هو الأمل للانتصار على نتنياو في انتخابات قادمة وأراد أن يعرف كيف يمكن أن يتطور موقف المعارضة اليوم متى سيترك جانس الحكومة وتفتح المعركة بالشارع وما هي المخاطر وما هي الميزات التي من الممكن أن تكون مثل هذه المعركة كما هو معروف اليمين المتطرف في إسرائيل يهدد بحرب واسعة للدفاع عن حكمه ولدفاع عن مواقعه خصوصا في المناطق المحتلة حيث أن هناك المستوطنون يقومون بدور رهيب لإحداث توضع في الشارع الفلسطيني ترمي إلى هدف سياسي كبير هو تصفية القضية الفلسطينية والولايات المتحدة تدرك ذلك وتتعدد كثيرا عن نشاط المستوطنين واعتداءاتهم وتحاول أن تؤثر في هذا الاتجاه رأينا نتنياو بدلا من أن يقول كلمة عن القانون عن ضبط هؤلاء المستوطنين قال أنه يعارض إخلاءهم من المبارد السيطانية التي سيطروا فيها على أراضي فلسطينية خلال الحرب فعمليا قال أنه لا يستطيع أن يلجم المستوطنين ومثل ما تفضلت في تقريرك الولايات المتحدة تتخوف كثيرا من النشاط الذي يقوم به المستوطنون وكيف يؤثرون على نتنياهو وكيف تفلت الأمور من أيديه ويصبح المقرر في كل ما يتعلق في الشارع الفلسطيني هم المستوطنون واليمين المتطرف داخل هذه العكمة سيد نظير بافتراض أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إما القدرة على الضغط على حكومة بن يمين نتنياهو لتنفيذ ما تريده أو بالتأثير داخليا داخل الإسرائيلي للإطاحة بحكومة بن يمين نتنياهو ولو عن طريق التلاعب في بنية التكتلات داخل الكنيسة الإسرائيلية فإلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الأدوات التي يمكن أن تجعلها تنجح في إحدى هتين الخطتين تستطيع أن تنجح ليس في التأثير المباشر على الحركة السياسية في الإسرائيل إذا دخلت في هذا الباب بشكل علني وصريع فستدخل في صدام مع اليمين المتطرف وهذا الصدام سوف يقود إلى صدام آخر يحاول بايدن تجنبه تماما وهو الصدام الذي شهدناه في فترة حكم براك أوباما في تلك الفترة كان هناك صدام مباشر بادر إليه طبعا نتنياهو وحاول في حينه أوباما أن يدافع عن كرامة الولايات المتحدة في وجه إسرائيل لدرجة أنه تساءل ذات مرة من هي الدولة العبما؟ نحن أم أنتم؟ يعني كانت نتنياهو يتصرف بنوع من الغطرصة التي جعلته يعني يشعر كأنه هو الدولة العظمى بايدن كان في تلك الفترة نائبا للرئيس يعرف تفاصيل التفاصيل لهذا الصدام ويحاول أن يتجنب تماما الوقوع فيه مرة أخرى ولهذا يقوم بجهده بطرقه غير مباشرة وهو يستطيع أن يفعل أكثر بكثير مما يفعل اليوم لإظهار هذه السياسة كم هي فاشلة وكم هي خاطئة وذلك في إدارة الحرب يعني الولايات المتحدة إدارة الحرب بالشراكة مع إسرائيل واحتضنت إسرائيل وحاولت أن تأخذها إلى مكان ما هذا المكان فيه جرائم عبادة وفيه جرام بشعة ضد الإنسانية كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا أكثر إنسانية وأكثر حكمة وأكثر مسؤولية وتلجم إسرائيل عن القيام بمثل هذا العدوان الجنوني هي لم تلجمها هي حاولت أن تتحدث عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي وقوانين العرب ولكنها لم تفعل ما يجب أن تفعله حتى تفهم إسرائيل أنها تخطئ وتدخل في صدم مع الصديق الأكبر الولايات المتحدة وعند إذن يكون الفلس في المجتمع الإسرائيلي مع أو ضد الولايات المتحدة هذا الأمر حتى الآن لم يترجم إلى لغة صريحة حتى عندما يقوم الجيش في إسرائيل بعمل خارطة وجدول زمن للانسحاب وفي إسرائيل حتى الآن يكون الحرب مستمرة لفترة ضويلة ولكن هناك جدول زمني يعرف أنه في الخامس عشر من يناير سيفعل كذا وفي الثلاثين ديسمبر سيفعل كذا هو فعل يعني هو يلتزم ولكنه بهذا الخطاب التظاهري ينجح في بلورة موقف يخيف الولايات المتحدة بدل أن يجعلها تزيد قوة وإلزاما وإدراكا والجيش معها ومع ذلك هي تحسي حساباً اليمين جانس معها عايزنكوت معها حتى جلنت وهو من حكومة نتنياهو من حزب اليمين الليكود حتى جلنت يقف مع الولايات المتحدة وليس مع اليمين المتطرف الذي يهدد بأخذ إسرائيل إلى دمار ومع ذلك الولايات المتحدة ما زالت تتعامل بضغط ناعم مع إسرائيل وفي بعض الأحيان تساير مثلاً اليوم بلينكين جاء بتصريحات أنه يجب عودة أهل غزة من الجنوب إلى الشمال عندما اجتمع مع القادة الإسرائيليين أقنعوه بأن هذه العودة الآن خطرة لماذا؟ لأن الفلسطينيين لغم المنطقة الشمالية يعني طبعاً سبب غير واقع يعني الآن إسرائيل يتهيهمها حياة الناس من غزة الذين سيتون من الجنوب إلى الشمال اقتنع بلينكين بهذا وطلب أن لا يكون هناك فترة طويلة من إبقائهم في الجنوب ولذلك حتى الآن لا نجد أن الموقف الأمريكي هو الموقف يتقدم ولكنه ليس حازماً حتى الآن وما زال يستخدم كبال أخطر من الرئيس المتحدة ترجمة نانسي قنقر